صحيح عايزة حالك سؤالي يمكن لقاعد بيتفرق علينا لوقتي قاعد بيتخيل ويعني مش عايزة أقول للناس مهما الواحد بيوصف الإحساس بيكون شكله إيه ولكن أنا لوقتي كحد مشتاق أو أنا حد موجود في أي مكان في مصر لوقتي بيسمعنا أو بر مصر وحابب أن نشترك في هذه الزيارة أو هذه الرحلة مبدئيا الإجراءات ولو في سنة معين للتقديم للرحلة دي شوف حضرتك هو طالما دخلنا في الإجراءات وحضرتك ذكرت دلوقتي الناس اللي برا مصر إن عندنا شكين أي حد يحمل باسبور مصري فلازم أنوه إن آخر حجز ما يطلعش عن 25 يناير لأن فيه ضوابة أمنية وفيه فيزات بتتعمل وفيه شغل بيتعمل فعشان كده فيه سيستم معين سيستم الفيزا زي ما حضرتك بتقدم فيزا في أي سبارة في العالم بيبقى ليها وقت 25 يناير بعدها بيوم ما نقدرش ندخل أي جواز صفر تاني مصريين لكن أخواننا في المهجر في أمريكا وأستراليا أو حد يحمل باسبور غير مصر ممكن يجينا من غير المعاد بتاع 25 يناير تمام وإحنا عاملين حسابنا ليهم يعني كونتينيوس عاملين حسابنا في أماكنهم في ندلق بس برضو لازم يحجزوا بدري عشان يلاقي المكان صحيح سن لا يقل عن 40 سنة سواء رجل أو سيدة سواء رجل أو سيدة تمام إحنا بناخد إجراءات طويلة جدا في العمل ده بحاجة بتقول إجراءات يعني إلوقتي أنا لو فكرت أقدم بجيب مثلا باسبور كشف حساب بنك كل الكلام ده إحنا ما بناخدش غير باسبور ويجي يملى استمارة الاستمارة دي فيها بيانات لازم يكون عنده تليفون بشخصه بتاعه يملكه واسم مامته تليفون أرضي يعني؟ لا موبايل تليفون موبايل يكون باسمه وباسبور؟ وباسبوره بس فيش حاجاتين؟ ويدي بوزت من تحت الحساب يعني جدية حجز وعندنا ميزة إن إحنا عندنا الاستكمال الفلوس أو المادة علشان إحنا عارفين الظروف ماشية إزاي بعد خروج عياد ومدارس وجامعات يقدر يكمل الغاية 15 مارس بس ما فيش حجز الغاية 15 مارس آه لكن آخر معادل تقديم الورق يوم 15 فإحنا ما عندناش سياق وقت إحنا من شهر تماماً يا بنفتح آه الغاية 25 يناير نقفل باب الحجز مش لإننا عايزين كده لإن فيش السيستم كده والشغل لازم يمشي كده